بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي الطلباء والطالبات طلبة التعليم الفني أهلا ومرحبا بكم أهلا ومرحبا طلبة التعليم الصناعي قسم أعمال الخرصانة المسلحة الصف الأول جدرات نظام الجدرات أو منظومة الجدرات أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتكم الجميلة آه الحصة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عزيزي الطلبة آه وباستفادة طبعا كانت مراجعة مع بعض على آه الشغل بتاعنا اللي هو للأساسات آه واتكلمنا آه على آه كذا باند ومهمين جدا جدا البنود دي آه وطبعا كان شغلنا تقريبا داخل في النظري وداخل في العملي وفهمنا كل حاجة من يعني أدوات السلامة والصحة المهنية إزاي أستخدم في مهماتي أو مهمتي دي أدوات السلامة والصحة المهنية وعرفت إيه هي أدوات السلامة والصحة المهنية وعرفت كمان لزوم كل أداة في أدوات السلامة والصحة المهنية وعرفنا كمان إيه هي العدد والأدوات المستخدمة في إيه في المهمة بتاعتنا اللي هو المخرج بتاعنا اللي هو الشدات الخشبية للأساسات طيب وعرفنا كمان من العدد والأدوات دي إزاي أنا أصين العدد والأدوات وعرفنا كمان إن أنا بداية شغلي بالعدة أعمل بيها إيه ونهايتها هعمل بيها إيه مخلص مهمتي أو أخلص شغلي أعمل فيها إيه وعرفنا إن أي تقصير منك كطالب في أدوات السلامة والصحة المهنية أو في العدد المستخدمة للمهمة بتاعتك دي حضرتك هتكون غير جدير بعد وعرفنا إن لو أنت درست لو يعني غير جدير بعد في السلامة والصحة المهنية أو العدد والأدوات المستخدمة أو كمان لو أنت ما درستهاش ما ينفعش تخش المادة اللي بعد كده اللي هي الشدات الخشبية أو الحديد التسليح وبعد نص السنة هيبقى عندنا الشدات المعدنية فأنت لازم تكون ملم جداً وحضرت كمان وتقيمت في أدوات السلامة والصحة المهنية وكمان تقيمت فين في العدد والأدوات المستخدمة في كل المهمات اللي جاية عندك كويس كده طبعاً كل الكلام ده تكلمنا عنه باستفاضة الحصة اللي فاتت وكمان اتكلمنا عرفنا إزاي نكون جنب ونجمع جنب وجمعناه حلو مع بعض وعملنا كمان الجوانب بتاعت المهمات بتاعتنا كلها أو شغلنا كله عرفنا إيه هو أو إيه هي الخامات بتاعتنا للمهمة نفسها اللي هي الأواعد والميد كويس كل مهمة عندنا لازم حضرتك هتخشها هتعمل أعدة منفصلة وهتعملها بطريقة إيه أعرف مأستها وببدأ أشتغل إيه أجمع الخامات بتاعته وعرفنا إيه هي الخامات بتاعتنا وعرفنا كمان يعني اتكلمنا على بعض المصطلحات وتقريباً قفلنا المصطلحات المستخدمة فين في الأواعد والميد اللي هي الأساسات بتاعتنا عرفنا كل مصطلح بيستخدم في إيه وبعمل به إيه وبيكون من خشب إيه وكمان قطاعاته إيه محدش ينسى الكلام ده وأكيد حضرتك كتبتها مرة واتنين لأن إحنا شرحناها قبل كده باستفادة والمرة اللي فاتت رجعنا عليها برضو باستفادة وتكلمنا فيها كلام مظبوط وقلنا ونبهنا إن كل واحد يكتب الكلام ده لأنه إحنا شغالين مش هقولك هات الحاجة الفلانية أنا هقولك هات لعرق هنا أو أنت نفسك هتروح تجيب العرق تثبته واسمه إيه العرق هيبقى اسمه مداد في المهمة بتاعتنا هيبقى اسمه مداد فقلنا الكلام ده كله باستفادة والمرة اللي فاتت قلنا نجهز لإيه نجهز كمان الطبالي الجنب بتاعتنا ونسبت عليها مين لوح التدكيم ولوح لإيه التشكيل من أعلى كل الكلام ده بفضل الله اتكلمنا فيه الحصة اللي فاتت أو الحلقة اللي فاتت باستفادة وياريت نتفرج عليها مرة واثنين وتلاتة ونكتب كل الكلام اللي فيها عشان كلام دوت هيبقى معاك على طول مش في أولى بس ده في تانية وفي تالتة ولو اتخرجت واشتغلت في شركة برضو لازم هيكون معاك أو ربنا أكرمك ودخلت كلية هندسة ان شاء الله هيبقى موجود الكلام ده معاك ويس جدا شغل الجدرات قلنا المرة اللي فاتت وكل مرة بنقول ان انت ليك في كل حاجة ليك في الشركات تشتغل في سوق العمل وليك كمان لو تقدر أو عايز تجيب لنفسك تعمل لنفسك شركة تقدر تعمل لنفسك شركة اللي هو المقاول الصغير وتبقى مقاول في السوق وتشتغل وتبدع في بلدك والبلاد الأخرى كمان وكمان تقدر تخش منها كلية هندسة أو معهد مساحة أو معهد فن صناعة ديك مجال كبير جدا فين في سوق العمل وكمان في الجامعات فإحنا النهاردة عرفنا الخامات ايه هي وجمعنا الأخشاب بتاعتنا واشتغلنا النهاردة عايزين نشوف هو جايب لنا ايه او مهمات ايه نبدأ ان احنا ايه نعملها بيقول لي ابعد عن الايه عن الخيط بتاعي او ابعد عن خيط المحور بتاعي مقدار نص قطاع الاعدة وعمل ايه وقم بتسبيت طبلية الجنب بالدكم من اسفل والكلام ده عرفناه المرة اللي فاتت وعرفنا كمان احنا المفروض هنعمل ايه فين لما سبتنا يعني الطبلية بتاعتنا وسبتنا المددات بتاعتنا في الاول عرفنا ان احنا نسبت المددات وعرفنا لما سبتنا المددات بنيجي على الجنب بتاعنا ونسبتو ازاي طيب يا استاذ هو في طريقة تانية غير اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت هو ده اللي عايز اتكلم فيه معاك النهاردة ان انا في طريقة تانية غير ان انا اتكلم في طريقة المددات ليه افرض انا ما عنديش خشب محكوم اه ما عنديش خشب محكوم فببدأ ان انا اجيب الجوانب بتاعتي واعمل ايه اعمل صندقة للقعدة خليك معايا كده عشان تشوف شغلك او نشوف هنعمل ايه هنجيب الجوانب اللي احنا جمعناها المرة اللي فاتت وهي موجودة معانا اهي تعال معايا كده تفضل على الشغل بتاعك بص يا هندسة احنا جمعنا الجوانب بتاعتنا وحطناها معانا موجودة طبعا في الشغل بتاعنا بشوف الاول المقاسات بتاعتي هتبقى ايه هو النهاردة قال لي يا بش مهندس الاعدة بتاعتك دي اعدة ايه اعدة محكومة وليكن احنا حكمنا الجنب بتاعنا على مثلا اتنين متر في اتنين متر او متر ونص في متر ونص كويس فبنجيب الجنب الاولاني ونبدأ نجيب الجنب الايه الجنب التاني زي ما حضرتك شايف كده طيب قبل ما اسبت الجنب الاولاني ولا الجنب التاني هعمل ايه هندسة هشوف اراجع على الجنب هشوفه مظبوط ولا لا اكتب الكلام ده كويس والخطوات دي كويس جدا جدا عشان انت يعني هتتسئل فيها مع مراعاة ان انا اسيب اتنين سنت ونص في كل جنب لو الايه المقاس بتاعي مظبوط جدا اهو حلم هسيب اتنين سنت ونص او هزود اتنين سنت ونص للجنب عشان يكون ايه محكوم عندي جدا جدا طيب لو هو محكوم وزودت اتنين سنت ونص ليه يا استاذ عشان الجنب ده يخش فيها اللي هي تخانة الجنب ده اللي هيخدها مني الجنب اللي دخل عندي ده اهو حلو كده يبقى انا حكمت الجنب بتاعي على الاتنين متر بتوعي وهبدأ اسبت مصمار واحد بس من فوق اهو انا عندي ده نموزك بسبته طبعا بالايه زي ما حضرتك شايف كده لكن انت ادي له مصمار واحد بس من فوق طب واحد يقول لي يا استاذ تمن ادي له مصمار من فوق ومصمار من تحت لا يا استاذ مش هينفع لو سبتت مصمار من فوق ومصمار من تحت والزاوية مش قايمة احنا لسه هنوزن انا بسند الاعدة بس ليه هشيلها بعد كده واحطها فين هقربها بقى من الخطوط بتاعتي اللي انا عاملها اللي هي موجودة عندي بقى بعد كده ده الجنب ده سبتته في مكانه وسندقت الجنب التاني معاه وسبتته هنا في مكانه طيب ايه اللي جاي بعد كده قال لي هاتي الجنب اللي انت سبتته حضرتك برا اهو وسبته فين بمصمار واحد برضو بس فين اها من من ناحية دي طب الجنب ده اللي انت بتعمله لي ده واستاذ من خشب ايه قلنا المرة اللي كاتت ان الجنب عندي بيكون من خشب اللي تزانة وكمان العوارض اللي بيتسبت بيها الجنب من خشب اللي تزانة حلو كده وبسبت ااجي بعد ما سبتت الجنب ده اعيدي الاول مقاسات تاني عليه مشانا خدت المقاسة في الاول اهي ادقيها مزبوطة وفعلا الجنب عندي محكوم طيب ااجي على الجنب التاني واقوم ااخد المقاسة التانية اللي هو الجنب التالية يعني اللي هو المقاسة التانية كويس عشان لسه مقستش الجنب الاولاني حلو وابدأ اثبت وحط وعلم علام على الايه على المسافة بتاعتي عشان احط الجنب بتاعي مزبوط هلاقي المسافة بتاعتي ايه مزبوطة جدا وابدأ اثبتها على الاتنين سنتي وايه ونص اللي هما الزيادة عندي اهي وبرضو اديتها مسمار واحد فقط لا غير طيب يا هندسة تعالى على الجنب الاخير بقى وشوف المقاسة المقاسة بتاعك مزبوط ولا لا ايوة اخر مقاسة هو كله مزبوط عندي وطلعت القعدة بتاعتي مربعة مية في المية والمقاسات بتاعتها مزبوطة تمام التمام عندي بس منين من فوق بس برافو عليك نصح يا معايا وقلنا الجنب بتاعي بعد اما ثبته بالايه بالعوارض بتاعتي والعوارض قلنا من خشب ايه بقى ها من خشب اللي تزانة اللي هو قطعه كام واحد فاربعة واحد في خمسة بوصة برافو عليك واحد فاربعة واحد في خمسة بوصة واحد بيقول لي طب هو حدتك قلتلي ان الخشب ان العوارض دي ممكن تكون من خشب الطفش اه بس الطفش الصالح اللي هو كسر الخشب كسر الخشب اللي تزانة بتاعي اللي هو الكسر الصالح حلو اللي هو الجامد ما ينفعش اجيب حتة احط فيها المسمار اصمر المسمار فيها وتقوم مفلوة نصين او مكسورة عندي ما ينفعش حلو كده فلازم الحتة اللي تزانة تكون مزبوطة جدا وكويسة جدا وقوية اللي هي الايه اللي هي الطفش طب انا عندي حتة ربع او افضل من ايه من الواحدة هي كده اسبتها ما فيش مشكلة ودي افضل حلو كده وكمان اسبتها بمسمار الايه بمسمار الباصة اللي هو خمسة ايه سنتي او ستة سنتي ويفضل ستة سنتي بس ما يزدش عن ستة وقلنا ليه المرة اللي فاتت عشان ما يفلقش اللوح مني طب انا هندسة صندقت الاعدة بتاعتي وسبت لها سبتتها سبتت لها مسمار من اعلى في كل الجوانب بتاعتي وطلعت مظبوطة جدا واسط المسافات بتاعتي كلها يمين وشمال من كل جنب من الاول ومن الاخر اهو حضرتك ويس ومن النص كمان لقيتها مظبوطة لان طبيعي لما اس من الاول واس من الاخر هتطلع ايه هتطلع من النص مظبوط طب او استاذ انا ليه اسط من النص انا مفروض ما اسش من النص بس جايز اللوح بتاعي ده في ايه ايوه في يعني لوحة او مقووص شوية فاعرف هل في يعني تخويص شوية فابدأ ان الالكيرف دوت ابدأ ازبطه مع الدوكة مشكلات اللي هي المرحلة اللي هتيجي ايه بعد كده طيب اا استاذ انا صندقة الاعدة احطها فين يا استاذ في مكانها احطها فين في مكانها اللي هي عند مين عند الايه ها عند بالزبط كده المحور بتاعي اللي هو الاكس بتاعي اللي جاي عند الايه اللي جاي من الخنزيرة بتاعتي زي ما احنا قدنا المرة اللي فاتت ان الخنزيرة ما بتتشلش في الايه في الاواعد ولا في الميد ولا في الاعمدة طب لو اتشلت وانا بعد ما عملت الاواعد وانا جاي aعمل الايه السملة من اعلى مثلا او الميدا العلوية لازم اركبها تاني طب لو انا جاي اعمل العمود لازم اركبها تاني برضو كويس يبقى كده عرفنا الدنيا فيها ايه ادي عندي الايه الاعدة بتاعتي تصندقت مية المية واتزبطت مية المية هي ابدأ باعة عندسها بعد كده اسبت مين اسبت اللي هيزبط للرأسية رأسية الجنب بتاعي اللي هيزبط الرأسية بتاعته مين المداد بتاعي برا وفو عليك تعال يا استاذ نجيب المداد بتاعي المدادات طبعا مختلفة القطاعات بص فيه مداد هتلاقيه تخين شوية فيه مداد هتلاقيه رفيع شوية اللي ماشي معيه في السوق 3 ونص 3 بوصة 3 بوصة ف4 بوصة او 4 بوصة ف4 بوصة او 3 و3 او 5 في 5 3 في 3 و4 ف4 او 5 في 5 5 في 5 بوصة مفيش اي مشكلة لما تستخدم المداد ايا كان قطاعه وكمان هتلاقي مأساته ايه مأساته مختلفة المداد بتلاقي مأساته دايما برضو مختلفة انت بقى هات المداد اللي ييجي ويليق على المسافة ايه المسافة بتاعتك زي ما حضرتك شايف كده ما فيش اي مشاكل خالص طب احطه فين المداد يا بش مهندس اه انا ليه خدت الطريقة دي واشتغلت بيها هقولك بقى في المرة اللي جاية لما نيجي نسبت القعدة اللي ايه القعدة اللي جاية ان شاء الله بس خلي بالك معي هنا انا حطيت المداد بتاعي انا ما بحطش المداد وخلاص لانا بحطه بعمل في حاجتين اخد له مأس من القعدة مأس منين من القعدة اهو بتاعتي اجيب المتر بتاعي وقوم واخد للمداد ده مأس كده ايه هو المأس ده اه بالزبط كده ارتفاع الجنب من مرة لمرة ونص يعني عملته مرة وربع ماشي عملته مرة ونص ماشي عملته مرة ومرة واحدة ماشي عشان انا دايما كنت فيه يعني المفروض انا باخده مرة وربع ارتفاع الجنب ده اللي احنا بنعمله على طول او انا دايما بعمله باخد المتوسط طب يا استاذ ايه اللي خلاك تقولي الكلام ده وتغير لقيت بعض الناس بتقول مرة واحدة مفيش مشكلة ولقيت بعض الناس بتقول مرة ونص مفيش مشكلة طب ايه رأيك بقى احيانا بيبقى مش محصل مرة واحدة الموقع بيضطر ان انا استخدمه كده او يضطر ان انا اعمل اعمل كده مش قادر ان انا او مفيش محصلة عندي او جار جنبي مشكلة خالص فالموقع هو اللي بيمشي معايا او بيخليني اكتف الموضوع دوت على هذا الاساس طيب انا هنا خدت ارتفاع الجنب مرة وربع اهو زي ما احنا شغالين من الجنب اهو مرة وربع ارتفاع ايه ارتفاع الجنب بتاعي هو دي من الناحية التانية ودايما بقيس منين يا باش مهندس من الاول ومنين ومن الاخر من الاول اهو ومن الاخر اهو كويس كده طب ليه ما اقسش من النص ورايح دماغي ما هو ممكن يبقى لافف معك كده هعمل ايه بقى يبقى انت كده شغلك ايه هيبقى مش مزبوط وهتطر تجيب دوكا مشكلات اه وهتيجي مش مزبوطة معاك لو استها من الناحية دي الناحية الملوحة هتبقى من الناحية التانية مش هتيجي معاك خلو كده طيب انا است الجنب ده هسبته بايه بقى هندسة هسبته بالخوابير برافو عليك الناس صحية معايا كويس ايه دي الخوابير بتاعتنا اهي بسبت الجنب بتاعي بالخابور والخابور ده بيكون من خشب اللتزانة وبتسبت في المادات بتاعي بطريقة ايه بطريقة شطرنجية يعني واحد الناحية دي وواحد ايه واحد الناحية التانية ايه دي الخوابير بتاعتنا تمام اهو من خشب الايه الا تزانة وبيكون مدبب طفش مدبب من الطرف من الطرف الاخر حلو وببدأ اثبته خابوري الناحية دي وخابوري الناحية دي كل واحد ايه كل واحد متر زي ما حدك شايف كده وابدأ اديله مسمار في اللجناب بتاعته عشان يمسك الايه المادات بتاعي ما يتحركش خالص منين من مكانه خلي بالك دي مهمة جدا طب لو انا ما عنديش خوابير لتزانة او انا عندي فضل حديد في الموقع بتاعي الحدات شغال وعندي فضل حديد اعمل ايه اجيب فضلة الحديد ما فيش اي مشكلة خالص واقوم ادي فضلة كده وفضلة كده او قدي خابور اللي هو فضلة نحية دي اه وفضلة نحية التانية فيش اي مشكلة يعني اجيب ممكن احط فضلة نحية دي فضلة حديد النحية دي AG دقها وقصد منها واحدة تانية وكل واحد متر احط اتنين قصد بعض دي بتبقى جامدة جدا وكويسة وديها مسمارة رشالة من نحية دي ومسمارة رشالة من نحية دي تمام ودي نفس الكلام طب انا عندي فضل قليل طب اخد واحدة كده وواحدة بعديها كده خالص مفيش اي مشكلة عادي خالص خدت بال حضرتك ونرجع تاني للشغل برضو خليك ظاهر معي الشغل كده ايوه حضرتك شايف اهو تمام بص واحد كده واحد اصد منه طب انا عندي قليل اهم واحد واحد كده واحد كده واحد كده فيش اي مشاكل خالص ودي له برضو مسمار ارشالي يخش المسمار من ناحية دي يتني على الايه على قطعة الايه قطعة الحديد اللي موجودة عندي بس تحط تنزل تحت في الارض اقل حاجة 3040 ايه سنتي كويس طيب يا هندسة انا سبت كده بفضل الله الايه الجوانب بتاعتي وسندقت الاعداء وعملت المقاس بتاع الايه بتاع الماداد وسبت وتمام التمام طب ايه اللي فاضل فاضل بقى ان انت بقى تبدأ تقوي الجنب بتاعي لان انا عملت الماداد عشان اقوي عليه الايه الجنب بتاعي عايز اقوي الجنب ده اعمل ايه هندسة هات بقى الدوكم بتاعتك اهي الدوكم بتاعتي ابدأ بالدوكم بتاعتي دي اهي والدوكم من خشب ايه هندسة من خشب اللي تزانة برافو عليك الدوكمة كل قد ايه كل خمسين سنتي برافو عليك الناس تمام والناس صحية والدنيا تمام وزي الفل الدوكم دي من خشب اللي تزانة اهي دوكمة من خشب الايه اللي تزانة وبتكون الدكمة دي من خشب اللتزانة اللي هو مقاس كام حضرتك بتكون فضل من الايه فضل من اللتزانة اللي هو كسر صالح كسر صالح او ربع من اللتزانة مقاس واحد بوصة فاربعة واحد في خمسة واحد في ايه واحد في ستة نفس الايه نفس القصة بالزبط طيب هندسة انا كده سبّت الفضل بتاعتي اللي هي الدكم بتاعتي منين سبّتها على لوح التدكيم اللي هو أسفل الجنب واسبها سايبة من ناحية فين من ناحية المادات ليه يا أستاذ ما سبتهاش من ناحية المادات واسبها سايبة من ناحية الدكمة لأ أنا سبتها من الدكمة من على لوح التدكيم كده بمسمار واحد بس وراء العرضة خدت بالحضرتك وراء العرضة وتمسك العرضة كمان وأنا كلامي واضح حلو ولتكون متسبتها بمسمار واحد وسايبة منين من على المادات هسبتها إمتى لما أوزن الجنب بتاعي على طول أول ما أوزن الجنب من ناحية الدكمة دي أقول له سبت يا بش مهندس من هنا من على المادات طب أنا أفرض سبتها من على المادات وما سبتهاش من على الدكمة أفرض الجنب بتاعي عايز يخرج برا شوية مش هينفع طب لو عايز يخش جوه شوية الدكمة مش هتطول هتعمل معايا ايه هتعمل معايا براح فمش هتطول معايا بقى انا تسبتها من على الايه لوح التدكيم من تحت واسيبها حرة منين من النحية دي خلي بالك عشان العكس فين في الشكال كويس ابدأ اوزن معايا اهو وزنت سبتت انا بقى من هنا مع الميزان وزنت مظبوط طلعت الرأسية مظبوطة 100% اهي هقلي بالك عشان الكاميرا برضو تجيبها لك اهي تقريبا باينة كويس خالص اهي هندسة براحة ممتازة اهي فعلا الجنب عندي اهو في سنة كده اهي مظبوط جدا من النحية دي اسبت الدكمة دي ابدأ ااجي على النحية التانية وابدأ اوزن الوزنة بتاعتي المظبوطة اهي وانا مسبت الدكمة من ناحية لوح التدكيم اسبت على طول بعد الوزن فين على لوح الايه على المادات بتاعي طب ايه اللي فاضل يا بش مهندس دلوقتي عندي فاضل عندي ان انا سبت بقى الايه الشكال على الدكمة لان الدكمة مسكت الجنب منين مسكت الجنب من اسفل وسبتته كويس جدا منين من اسفل جميل حلو اوي طب ارجع بقى للشغل تاني واسبت من الشكال للجنب ده من اسفل على لوح على الدكمة والدكمة دي بحيس يكون الشكال بتاعي من اسفل على الدكمة فوق المادات ومن اعلى على لوح التشكيل بتاعي اهو ماشي هندسة يبقى من اعلى على لوح التشكيل ومن اسفل على لوح على الدكمة فوق الايه المادات بحيس ان الدكمة الشكال ده وانا بسبته اسبته العكس بقى عكس الدكمة اسبته من على المادات من ناحية المادات اهو سبتته من ناحية المادات هاتلي كده الشغلة تاني حياتك عشان الناس تشوف وتاخد بالها معايا كويس بسبته من اعلى الدكمة على راس المادات على طول على راس الايه المادات على طول سبتته من تحت والدكمة سايبة والشكال سايب عندي من اين من فوق اهو كويس الشكال سايب عندي من فوق طيب هو سايب من فوق ليه انت قلتلي الدكمة تسيب من ناحية بر المادات الشكال سايب من ناحية جوه ليه عشان هنا انا سبت والشكال ده سايب من فوق يعني ممكن ارفعه شوية وزق الجنب او نزله شوية واجيبه ناحية جوه لانه بيكون طول بتاعه فين لجوه ما فيش اي مشكلة طيب حاجة تاني انا ما ثبتش الدكمة الشكال ده الا من تحت على المداد على طول طيب افض راح للدكمة من وراء ويعني ده سعى كان طويل شوية معايا مثلا هل ينفع الكلام ده ان الشكال نفسه يكون طويل معايا ويثبت من وراء الايه يعني الدكمة معايا هي دي فرضا ان دي الدكمة حلو لو ثبتت الشكال بتاعي كده من وراء هتعمل ايه في الدكمة بتقوم دايسة عليها ممكن تخلعها من المسمار اللي قدام تعمل ايه تخلعها من المسمار اللي ايه اللي قدام يبقى الدكمة بتاعتي او الشكال بتاعي بيتثبت فوق الايه فوق المداد على الدكمة فوق المداد بالمسمار اللي هو المسمار الباصة كويس كده يبقى أنا ما ثبتوش من وراء من على الدكمة فقط لغير لازم على الدكمة فوق المداد بالزبط كويس وأبدأ أعمل إيه أبدأ بقى أوزن الجنب تاني من هنا وأنا بثبت أنا ثبتت من على إيه المداد أبدأ بقى من فوق عشان أثبت من فوق الشكال بعد إذنك اتفضل هات الشغل معايا كده عشان ناس تاخد بالها من كل حاجة أهو أيوة دي الوزنة بتاعتي تمام أبدأ أثبت من أعلى الشكال بتاعي وأبدأ من هنا أقيس من عند الشكال اللي في الآخر وأثبت لإيه الجنب بتاعي بعد ما أوزن الوزنة الأخيرة طيب يا أستاذ لو في عندي دكم في النص بقى أنا ثبتت الأولانية وثبت لإيه الأخيرة لو في عندي دكم في النص أبدأ أعمل فيها إيه أبدأ أثبتها بالراحة كده وكل متر أو اتنين أخد مقاس أخد وزنة لو الجنب عندي طويل أخد وزنة أو وزنتين تاني فين في النص وبعد إما خلص الجنب بتاعي تدكيم وتشكيل أعيد عليه تاني إيه وزن ومقاس بعد إما خلص اللجناب بتاعتي كلها أدي الدكم والشكلات بتاعي الجنب التاني أهي تمام يا هندسة كده الناس معايا وأبدأ أثبت الشكال بتاعي وهكذا كل كل الجنب بتاعي تفضل حياتك كده على الشغل هتلي الشغل كده وبصلي عليه بصة من فوق تاني كده بس تكون قريبة منك أدي الجنب بتاعي أهو سبتته وسبت وراء المادات بتاعي وسبت عليه الدكم والشكلات بتاعتي الدكم من أسفل وسبت الشكال من أعلى أهو يبقى أنا كده الدكمة من تحت بتمسك الجنب بتاعي بتزنقه من تحت أو بتعمله زي قوة ومتانة للجنب من تحت والدكمة كل 50 سنطي الدكمة كل 50 سنطي وعليها الشكال كل 50 سنطي والتنين من خشب اللي ايه اللي تزانه واحد فاربعة بوصة واحد في خمسة ايه واحد في خمسة بوصة كده الجنب بتاعي خلص الجنب بتاعي اشتغل معايا تمام قويت القعدة بتاعتي تمام في واحد تاني بقى يا هندسة بيجي يقول لي انا عايز اقوي الجنب بتاعي ده زيادة او عايز اشيل الشكال بتاعي مفيش مجال للشكال بتاعي ده اقول له مفيش اي مشكلة تعالى او ريك هتعمل ايه هاتلي الجنب او هات ايوا تمام كده ظهر عندي اهي بص امجايب على طول لوح كده اسمه ابقاب ولوح تاني كده اسمه ايه اسمه ابقاب برضو الابقاب ده بيعمل على ايه خلينا على الشغل خلينا نبص على الشغل بتاعنا والناس تخلي بالها من شغلنا كويس الابقاب ده بيعمل كذا حاجة بيعمل الاول هنا على ايه يعمل على اه حفظ المسافة اللي هي طول الاعدة مثلا او عرض الاعدة بيعمل على حفظ المسافة بتاعتي من هنا لغاية هنا خدت بالك وبيعمل على حفظ المسافة من الاول ومن الاخر لو عايزة سبت في النص تاني بيسبت الحاجة التاني بقى بجيب مداد كمان او اسمه ابقاب عرضي الاولاني قلنا كان طولي التاني كان عرضي وقاجي اقوم مسبته زي ما حياتك شايف بالمسمار برضو فين في اللجناب بتاعتي حلو ليه انا خدت طولي وعليه الايه العرضي اتفضل هاتي الشغل وتفضل معانا كده على عشان او الريك ليه بيتسبت المادات ده اهو بيقوم جاي عند المادات بتاعي يقوم حاطة ساري كده وساري من هنا كده كويس ومن هنا نفس الكلام يقوم واخد له يعني ممكن يبقى ساري ساري في الليري مثلا كده اهو يتسبت معا كده كويس وساري تاني يتسبت معا كده ساري يعني ايه قايم قايم عادي خالص مفيش اي مشكلة بيتسبت كده ويبدأ ياخد من ورا عشان يقوي من فوق لوح اسمه لوح ايه جدعان اسمه لوح ايه هندسة لوح حبس ويقوم يثبته على مين على الابقاب ده من هنا ويديها الاربع جهات يديهاني زي ما حدك شايف كده على العوارض بتكون عالية شوية او على مين او على الايه الساري بتاعي اللي هو سبته من من اسفل لغاية اعلى وممكن في الحالة دي يستغنى عن مين يستغنى كمان على الايه الدكم والشكالات لو حط ساري وعمل من فوق ابا ايب وداها لوح حبس من برا في الحالة دي الجنب بتقوى من فوق من تحت يدي له حبس على الاعدة الايه او على النظافة اللي هي الخرسانة العادية عندي ويقوم يسبته او لو هي ارض يقوم ومدي وراها عرق في الليري ويقوم وراه الساري دوت اللي هو السواري اللي هي العروق الفليري اللي وقفه ورا الجنب بتاعي ويقوم مديله حتة عرق في الليري يحبس السواري بتاعت من تحت ويقوم مديله خوابير من أسفل سواء حديدية أو سواء خشبية بكده يبقى أول جنب واستغنى عن مين عن الدكم والشكلات واستغنى كمان عن مين عن المادات لو مفيش مساحة عندي لو في مساحة يبقى الأفضل المادات وريح دماغي والدنيا تمشي ودي تمشي ودي ايه ودي تمشي طيب يا هندس أنا هنا خلصت الشغل بتاعي بعد إذنك لو سمحت خليك معايا على الشغل كده عشان تاخد بالك من شغلنا ارجع للشغل تاني أهو أبدأ أفك واحدة واحدة الحاجة اللي أنا عملتها في الآخر أفكها ايه؟ أفكها الأول مفيش أي مشكلة خالص أفك الحاجة اللي أنا عملتها في الآخر أفكها الأول أنا سبت الأول الآخر حاجة الايه؟ الأبئيب بفكها بعد كده سبت الايه؟ بعديها كانت الشكلات بفكها وأدي الزميلي على طول يقوم ينظف عندي الشغل بتاعي لازم شغلي ينظف من ضمن أدوات السلامة والصحة المهنية عشان يبقى شغلي مظبوط وأبدأ أن أنا أفك اللي جناب بتاعتي جنب جنب وأاخد كمان الايه؟ وأاخد كمان المددات بتاعتي أبدأ أن أضافها نظافة ويسة جداً وأبدأ ايه؟ أدي اللي جناب بتاعتي زي ما قلنا لمين؟ لزميلي يبدأ ينظفها كل حاجة يحطها لوحدها يعني كل حاجة يحطها لوحدها؟ يعني كل قايم أو كل عرق فليري يحطه في المقاسات بتاعته أو على نوعه اللي هو الخشب الفليري بتاعه وكمان اللي تزانة ينظف والألواح يحطها على بعضها أهي؟ حلو؟ عايز يخلي لو اللي اللواح بتاعتي لو اللواح بتاعته كويسة عايز يخليها لو عنده مقاسات نفس المقاسات ماشي بس ما بتحصلش كتير فما فيش أي مشكلة خدت بالك بس الأفضل بنظفها وارجع استعيد شغلها ايه؟ شغلها تاني بقى احنا كده عملنا القعدة بتاعتنا المحكومة واشتغلناها شغل مظبوط 100% وسندقنا القعدة وبعد كده عملنا عليها الايه؟ المدادات بتاعتنا في المسافة أو خدنا مسافتنا المزبوطة واشتغلنا الايه؟ الاعدة عادي خالص بس كانت قعدة ايه؟ قعدة محكومة واسمها قعدة ايه؟ منفصلة طب هل القعدة المنفصلة دي ليها شغل تاني؟ لو انا ما عنديش خشب محكوم لها او انا ما فيش مساحة ان انا قطع خشب وهدر خشب وبهدي الخشب بتاعي فيه ممكن اسبتها ازاي؟ اجيب الجوانب بتاعتي برضو لنا عملتها عادي خالص المرة اللي فاتت ابدأ ان انا اجمحها ادي الجوانب عادية خالص عشوائية ما يعني طولها طويلة شوية وابدأ اجيب الجنب اهو بتاعي والجنب التاني اهو حلو؟ واخد مسافة على اول جنب المرة اللي فاتت انا عارف المسافة بتاع الجنب كام؟ فيعني خدت مسافة في الاخر على اول جنب لكن الصح ان انا في الاول طبعا اخد المسافة بتاعتي المزبوطة على الجنب الاولاني اهي اعرف الاول في اللوحة انا الجنب بتاعي قدي ايه؟ كويس؟ او المساحة المسافة بتاعتي قدي ايه؟ وابدأ ان انا اعلم على الايه؟ على الشغل بتاعي اهو بالعلام بتاعي واجيب الالم بتاعي البركر او بالايه؟ بالتبشير او بس المفروض بيكون اقل حاجة الالم بركر او الالم رصاص وابدأ اجي على المسافة بتاعتي واقوم حاطة الايه؟ الجنب المزبوط بتاعي احط الجنب بتاعي واقوم عامل في ايه؟ زي ما عملنا هناك هقوم مسبت الجنب بايه؟ بلوح بمسمار واحد فقط لا غير منين يا استاذ المسمار ده؟ اسبته من عند العلام برافو عليك من عند الايه؟ من عند العلام كويس؟ كده سبت مسمار واحد مزبوط اهو عندي على المسافة دي هي بتاعة الاعدة المطلوبة بتاعتي اللي هي مسافة الايه؟ مسافة الاعدة بتاعة المطلوبة طيب يا هندسة انت سبت المسافة دي وخدت المأس دوت على اساس ايه؟ هي دي المسافة المعماري اللي فيه الرسم بتاعي ابدأ الجنب اللي بعديه اجيب برضو الالم بتاعي واقوم اقوم عامل ايه؟ وااخد المسافة بتاعتي برضو اللي هي لتنين متر سواء لقيتها اتنين متر في الرسم او متر ونص او اقوم اخد المسافة بتاعتي ايه ومعلم عليها ومجايب الجنب التاني بتاعي اهو اللي انا عملته واشتغلت بيه برا اهو كويس حطه فين الجنب ده هندسة؟ اسبته على المسافة بتاعتي اللي انا سبتتها او اللي انا خدتها وعلمت عليها اهي كويس تمام طيب الجنب بتاعتي اللي انا جمعتها دي قلنا بجمعها على اساس ايه؟ بحيس ما تاخدش او بكون انا عارف المسافات بتاعتي المطلوبة كلها بحيس ما تاخدش مسافات اكتر من الايه؟ اكتر من اللازم اكتر من اين؟ اكتر من اللازم بحيس لا تزيد قوي ولا تقل عندي ايه؟ ولا تقل عندي قوي طيب اخد المسافة اللي بقية بقى رابع مسافة والاخيرة اهي جميل مسافة مزبوطة اهي وعلمت وجبت الجنب بتاعي كمان وهبدأ ايه؟ اسبته بالمسمار الباصة معايا اجي نفس القصة هنا الجنب بتاعي ده لقيته محكوم مفيش اي مشكلة ولكن الجنب اللي مش محكومة اعمل فيها ايه؟ الجنب ده لقيته بالمسافة اللي اتنين متر بالضبط اقوم جايبه ومثبته في مكانه واللي الجنب ده في مسافة اتنين متر وكمان لقيتها زيادة اتنين سنت ونص اللي هي الايه؟ اللي هو خلوص الايه؟ خلوص الجنب بتاعي التاني خلوص الايه؟ الجنب بتاعي التاني اهو حلو كده يبقى انا مسافاتي مزبوطة 100% ابدأ اراجع عليها الجنب اللي هو الطويل بص ماشي كده وامطير من الناحية دي والجنب التين الطويل بص ماشي كده وامطير من الناحية الايه من الناحية التانية طيب التطييرة دي اسمها ايه بيلف الجنب وراء اخوه بطريقة ايه بطريقة شطرنجية بطريقة ايه هندسة شطرنجية تمام كده نبدأ بعد كده نعمل ايه نقيس المسافة بتاعت نشوف صندقة القاعدة طلعت مزبوطة ولا لا لقيتها ايوة مقاساتي مزبوطة 100% طب لقيت فيها شوية اعمل ايه لقيت فيها سنتي زيادة سنتي اقل سهل جدا ان انا فك المسمر ده او ارده تاني وابدأ ان انا ايه وابدأ ان انا يعني اسبتها من جديد هتبقى سهلة علي وكده المسافات بتاعتي مزبوطة وخط مقاس من الاول ومقاس من الاخر ومن العرض برضو خط مقاس من الاول ومقاس منين ومقاس من الاخر الاعدة مربعة الاعدة مستطيلة ايا كانت المسافة حسب الرسم الايه الانشاية او الرسم المعماري اللي هو الدهولي بابدأ ايه اشتغل طب كده انا سندقت الاعدة بالطريقة دي هندسة هابدأ اعمل ايه هابدأ عادي خالص زي ما احنا اشتغلنا المرة اللي فاتت احط الايه احط المادات بتاعي اهو كويس بالطريقة اللي احنا عرفناها معايا وادي المادات ال الف طبعا المادات بتاعتي عادي خالص فين من المسافة المطلوبة بتاعتي للايه للجنب وبتكون جوه الجنب عشان كده لما قلت اعمل المادات بعد ما خلص ليه عشان الجنب اهو طويل معايا مش هقدر اعدي من فوق الايه من فوق المادات ومش هنفع ان انا قطع الخشب ده بتاعي وهضر فيه فما فيش مشكلة ان انا اعمل المادات الاول وسندها الاعدة بالمادات وسندها الاعدة نفسها بال بعد كده يعني طريقة تانية ان انا اسندها الاعدة نفسها وبعد كده اسبت المادات بعد ما حط الاعدة او صندوق الاعدة حطه مكانه عند المحور بتاعي واسبته مكانه واسبت المادات وراه بالدكم بالخوابير الاول اهيه كويس زي ما قلنا من شوية وابدأ اعمل الايه الدكم والايه الدكم والشكلات بتاعتي ادي الخوابير وادي الدكم والايه والشكلات بتاعتي بتاعتي اهي وادي الشكال وقلنا المرة اللي فاتت نسبت الشكال ازاي وقلنا نسبته من اسفل وبعد كده نسبته من اعلى واددكم قلنا نسبتها من جوة على لوح التدكيم وبعد كدنا نسبتها من بره بعد ما نعمل ايه لما نوزن من هنا ونوزن من هنا وثبتنا لايه الشكلات بتاعتي طيب يا هندسة عايز اوريك حاجة مهمة جدا جدا عندي الجنب ده من هنا كده المساحة المسافة دي لو جي ضغط خرصانة عليه من هنا انت سيبلي المسافة دي فاضية سيبها لك فاضية ليه قلتلك عشان اجي هنا يا اسبت حاجة اسمها يعني فضلة في الليري كده اهي بحيش تمسك المسافة دي او تمسك الجنب ده من عندي اهو هتمسك الجنب ده اسبته اسبت الجنب ده نفسه بالمسمار في الفليري ده او الفضلة الفليري دي وكمان اسبتها من هنا اسبت الجنب اللي خارج ده بالايه بالمسمار في الفضلة الفليري دي كويس كده بكده يبقى الجنب ده ده او ده لو حصل عليهم ضغط من هنا إيه اللي هيحصل الفليري دوت أو الفضلة الفليري دي هتعمل إيه هتصد الضغط اللي هيطلع عليها نتيجة إن هي متسبتة فين في الجنب ده ومش هتقدر تخلي أو مش هتخلي الجنب دوت يفتح معايا ودي تعتبر اسمها إيه فضلة عرق إفلل إيه للجنبين طيب هندسة في حاجة تاني آه في حاجة تاني وحاجة مهمة جدا وقويسة جدا ممكن أنا أخد عرضة كده أهي أو أخليها بالعرض كده ماشي وعرضة تاني تيجي من الناحية الايه من الناحية التانية كده ماشي كويس العرضة دي العرضتين دول مسكين عاملين عرضة جاية كده وعرضة جاية كده دول عاملين إفل معايا أهو العرضة اللي متسبتة هنا دي مسكة الواحي الجنب كاملة من هنا اللي هي متسبتة في اللوح المقابل اللي هو اللوح التاني ومسبتة فيها كل الايه كل اللي الواحي بتاعتي وكمان بعديها ده زيادة أمان عرضة تاني جاية متسبتة في الايه في الجنب ده حتى تخلي تدي قوة لعرضة الافل اللي هي جاية عندي في نهاية المقاس بتاعي يبقى بكده كل الزيو بتاعتي هتبقى ايه هتبقى مظبوطة حاجة تاني أرجع على كل الزيو بتاعتي وأجي أعمل فيها ايه أخد الميزان بتاعي وأوزنها أوزن الزاوية بتاعتي واقوم بعد ما لقي الزاوية بتاعتي قائمة أقوم اديها حاجة اسمها أبقاب كده يحفظ الزاوية بتاعتي ويحفظ المسافة بتاعتي هذه الأبقابة هو من كل الايه كل الاركان بتاعت الايه بتاعت الاعداء بتاعتي يبقى حفظتي الزاوية بتاعتي كمان يعني قويت الجنب بتاعي من أسفل بالدكم والشكالة بالدكم ومن أعلى بالشكالات وكمان قويت الافل بتاع الزاوية من الخارج بالايه بعرضة الافل دي أو العرضتين اللي واخدين زاوية عرضتين افل واخدين زاوية هم حلو يبقى أنا شغلي ده أقدر أعمله كله لوحدي ولا ما أقدرش أقدر أعمله كله لوحدي لو جات لك المهمة دي تقدر تنفذها كلها لوحدك ولا ما تقدرش تقدر لو أنت لوحدك تقدر تنفذ المهمات دي كلها ومش هتاخد معك وقت بس لو كتبت ورايا لو كتبت كل الخطوات دي ورايا طب أفك إزاي هندسة كمان المهمة دي آخر حاجة عملتها أول حاجة هفكها ودي كل مرة هقولها آخر حاجة عملتها أول حاجة هفكها كويس فكيت الدكام والشكالات وكمان شلت المادات بتاعي أبدأ بعد كده أشيل من الأجناب بتاعتي وأبدأ أفكها وأنا أضفها من المصمير المسمار بتاعي وحط المسمار بتاعي في مكانه وكمان بعد كده عشان أستعدله وأستفيد بي بعد كده مفيش أي مشكلة خالص طيب هندسة عندي حاجة تاني مهمة جدا هو الدهاني وأنا بفك بعد ما فك الخشب قال لي عندك مهمة جدا اللي هي إيه أن أنت تعمل لي الأعدة دي بس تكون أعدة متصلة بإيه متصلة بميدة آه الأعدة متصلة بميدة ليها فكرة جميل حاضر إن شاء الله هقولها لك وبعد كده على طول هنختم حلقتنا النهاردة هناخد الفكرة بتاعة الأعدة المتصلة بميدة دي على السريع خليك معايا بنيجي هنا ونقول الميدة بتاعتنا أو الأعدة هي بنجمع الأواعد أو الجوانب بتاعتنا عادي خالص نجيبها الجوانب بتاعتنا هي ونبص على مسافات الأعدة بتاعتنا وكمان مش مسافات الأعدة بس ده أنا ببص على مسافات الأعدة بتاعتي وأعلم على الجوانب بتاعتي كلها على الجوانب بتاعتي أجيب الجنب ده ومعلم عليه وأعرف الميدة مكانها فين أعرف لإيه الميدة مكانها فين آدي عرفت مسافة الأعدة دي أهي أقوم جاي نثبت الجنب ده وقوم مثبت الجنب التاني لأن أنا عندي جنب هيبقى تقريبا محكوم عندي أهو عايز بقى قال لي الميدة بتاعتي ماشية في الاتجاه ده ماشية فين في الاتجاه ده فين الميدة يا أستاذ فين الميدة يا هندسة آدي الميدة بتاعتي هتبقى شكلها عامل كده أشوف المسافة دي كام قال لي وليكن الجنب ده متر وربع في اتنين متر الجنب ده متر وربع في اتنين متر أو متر وربع في تلاتة متر ممكن يبقى فيها عمودين أيا كان المهم أن أنا عايز أوصل لأن أنا أعمل الميدة بتاعتي إزاي أخذ المسافة بتاعتي كده أشوف المسافة دي كام آه متر وربع يبقى خمسين وخمسين وأسيب ربع متر اللي هو مين آه الميدة ربع متر ما فيش مشكلة طب يفرض الميدة تلاتين أسيب كام سبعة واربعين ونص وسبعة واربعين سنت ونص وفي الآخر هتجيني الجنب ده هيجيني بنفس الشكل كده أيوة أهو تمام والجنب ده هيجي بنفس الأسلوب ده كده زي ما حدك شايف أهو كويس جد تمام يجي بعد كده هيجيني الجنب بتاع الميدة عدل أهو معايا بس بيسبت من برا وقادي الجنب التاني أهو فيش أي مشكلة خالص ظهرت عندي الميدة أهيه بس اتراعي معايا المسافة بتاع الجنب ده كامل أصلية المسافة دي متر مثلا أو متر وربع متر وربع وعندي الميدة دي من هنا لهنا كام الميدة دي عرضها أهو مدهولي كام طب بعد ما ثبتت كده هندسة وعملت الجنب ده وعملت الجنب الميدة كمان معايا أهو جناب الميدة والأربع الثمن أجناب مزبوطين معايا بتوع القعدة بتاعتي المتصلة بالميدة ببدأ أعمل فيها إيه زي ما عملت المرة اللي فاتت عادي خالص بقى راجع على المقاسات بتاعتي من أعلى ألاها مزبوطة من الأول ومن الآخر وكمان من هنا من الأول ومن هنا من الآخر من النص دي بقسها أربع مرات كده اهو بعد ما خلصنا المقاسات بتاعتنا بنديها المدادات بتاعتنا والدكم والشكلات زي المرة اللي فاتت وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته